طب يا مولانا فاضلتك العكس دوت يعني لو مثلا افترضنا ان في الميتافيرس ولد وبنت مثلا اختلوا ببعض قوة قاعة مثلا هل يبقى عليهم اسم هم هنا بقى في الحالة ديت مش موجودين بجسادهم العنصري هم موجودين في الواقع الافتراضي بس اختلوا ببعض فهل عليهم الاحكام الشرعية اتكلموا مع بعض او يمكن يكونوا تجاوزوا دوت بتفرجوا جنب بعض مثلا على تلفزيون او على كذا الاخر فهل دوت بنفس النظرية يسقط عنهم الاحكام القصة هنا مركبة بين امرين الامر الاول الحل والحرمة هل يترتب على ذلك اثم ولا لا يقول الامام الغزالي ان الانسان لو كان امامه كوب من الماء وتخيل انه خمر وشاربه على انه خمر تواخد بالك يعني عايز يدخل نفسه في مجلس الخمر اثمة باتفاق وفي الحرمة اثمة باتفاق وفي الحد قولان اواخد بالك ارجحهما ان لا لان هو ما عملش حاجة ده هو ايادوبك تخيل انه كوباية الماء اللي قدامه ولا كوباية الحلال اللي قدامه شداد شرباط ولا عصير ولا كده انهم خمره وهو بيشرب شارب على انه ده خمره وبعدين هو مش خمره ولا حاجة يبقى الاثم هنا قلنا له طب يأثم ليه يأثم ليه قال لتجرؤه على الحرام لتجرؤه على الحرام وتكلموا في باب النكاح والزواج وكذا الى اخر والعلاقة بين الرجل والمر ان رجلا اغمض عينيه وتصور انه يزني هو لا بيزني ولا حاجة ده هو بس بيتصور انه يزني يبقى عليه الحرمة طب والحد لا ما عليش الحد لانه ما عملش حاجة ده قيمة للخيال